السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى كيف نستعمل السويتش إذن تعرف السويتش سويتش statement is another way to decide which code to execute next according to the value of an expression يعني أن السويتش يستعمل لتنفيذ code حسب قيمة expression It's also easier to implement than a series of if-else statement يعني يمكن أن يستعمل عوضا عن if-else if-else statement ويمكن أن يعتبر أنه أسهل من استعمال if-else if-else في حالة معينة بالنسبة للسنتاكس لو أردنا أن نكتب code يحتوي على السويتش نبدأ بكتابة كلمة switch ثم بين قوسين الـ expression ثم نفتح أقواس بداية ونهاية السويتش وداخلا حنضع قيم الـ expression إذن الكمبيوتر سيقوم بمقارنة قيمة هذه الـ expression مع القيمة الأولى value 1 مع القيمة الثانية value 2 إلى غير ذلك عندما يجد أن الـ expression تساوي value 1 الكمبيوتر سيقوم بتنفيذ الكود 1 لو وجد أن الـ expression تساوي value 2 سينفذ الكود 2 إلى غير ذلك لو نفذ الكمبيوتر الكود 1 ووصل إلى break هذه الـ break statement تستعمل للخروج من السويتش إذن عندما يصل الكمبيوتر إلى هذه الـ break سيخرج الكمبيوتر من السويتش وسينفذ بقية الكود الـ break ليس الضروري هي optional لكنها أهمة أيضا في نفس الوقت نفترض أن الكمبيوتر لم يجد أن الـ expression تساوي ولا قيمة من كل هذه القيم من القيمة value 1 value 2 إلى غير ذلك ماذا يفعل؟ يروح لـ default case وينفذ الكود الذي سيكون موجود هنا بعد default نفس الشيء default هو optional ليس ضروري لكن هام نفترض أن expression لا تساوي كل هذه القيم الكمبيوتر يروح default case هنا example لإستعمال السويتش عندي الكود التالي على اليسار بدأت بتعرف متغير number يساوي ثلاثة وقلت switch number case 1 يعني أن number يساوي 1 cout sunday إذن الكمبيوتر سيقارن number بالقيمة 1 لو كانت تساوي 1 سينفذ تباعة كلمة sunday سيقارن النمبر أيضا بال2 لو كان number يساوي 2 سيطبع monday إلى غير ذلك سيقارن number بثلاثة وبأربعة وبخمسة وبستة وبسبعة لو وجد أن النمبر لا يساوي كل هذه القيم سينفذ الكمبيوتر default case وسيطبع error في هذا المثال بما أن number يساوي 3 الكمبيوتر إذن قارن بالواحد وجد أن number مختلف عن 1 مختلف عن 2 يساوي 3 لذلك قام بتباعة Tuesday ثم وصل إلى break لذلك خرج من switch ونفذ بقية الكود لو كان موجود كود آخر بعد switch سينفذ الكمبيوتر بقية الكود لو كان number يساوي 3 الكمبيوتر طبعا سيطبع Sunday لو كان يساوي 6 سيطبع Friday إلى غير ذلك لو كان number يساوي 8 مثلا ماذا سيطبع الكمبيوتر error الآن تفسير لأهمية الbreak هنا أخذت نفس الكود الموجود هنا لكن حذفت كل الbreak number يساوي 3 الكمبيوتر قارن number بواحد مختلف راح للكيس 2 ثم راح للكيس 3 ماذا يساوي الكمبيوتر طبع Tuesday ثم لم يجد أي break لذلك اعتبر أن الكيس 4 أيضا صحيح وطبع Wednesday إذن الكمبيوتر سيطبق بقية كل الكود إلى أن يصل إلى break بما أن ما فيه ولا break لذلك الكمبيوتر نفذ كل الأكواد بما فيه error لو كان عندي break نفترض بعد الكيس 5 هنا break ماذا سيحصل الكمبيوتر سيطبع Tuesday سيطبع Wednesday ثم سيطبع Thursday فقط والبقية لن يطبع لأنها سيصل إلى break عندما يصل إلى break قلنا أن الكمبيوتر يخرج من switch هذا المثال لتفسير أهمية break statement سنطبق الآن مثال switch أقوم بتعريف متغير int وسميه day number رقم يوم الأسبوع see out enter number إذن سين أدخل القيمة day number ثم حسب هذه القيمة switch day number case 1 لو القيمة تسابي 1 سأكتب see out sunday break إذن نحن سوي case 2 case 3 إلى أن نصل case 7 عشان أكون أسرع شوي سأقوم بcopy paste لكل هذه المعادلات وأقوم فقط بتغيير هنا القيمة إذن هنا عندي 1 ستصير 2 هنا ستصير 3 4 5 6 و 7 1 لن نحتاج لن نحتاج بهذا القيز لن نحتاج بهذا لن لو القيمة تسوي 2 هنا ستصير 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Thursday, Friday and Saturday. لو القيمة مختلفة عن كل هذه الحالات إذن نروح للدفولد كيز Cout, the number should be between 1 and 7 Break إذن أقوم بتنفيذ هذا البرنامج هنا كل البرنامج سوف حولا أضعه في صفحة واحدة Build ثم Execute Run Then Enter a number نفترض أني أدخلت القيمة 10 الكمبيوتر سيطبع لي The number should be between 1 and 7 أعيد تنفيذ البرنامج أدخل القيمة 5 الكمبيوتر يطبع لي Thursday ونفذ البرنامج مرة أخرى أضع سالب واحد الكمبيوتر إذن يعطيني The number should be between 1 and 7 لو حذفت هذا البرك مثلا لأنه Optional بإمكاني أن لا أضع ولا برك إيش هيحصل لو وضعت القيمة 3 الكمبيوتر سيطبع لي Thursday إذن صحيح لو وضعت الآن القيمة 1 القيمة 1 إذن الكمبيوتر سيطبع لي Sunday بما أن ما فيه break الكمبيوتر سيقوم باعتبار أن كل بقية الكيزة صحيحة ويسيطبع لي Monday Tuesday إذن لو القيمة المدخلة هي 1 الكمبيوتر سيطبع Sunday و Monday لماذا؟ لأن بالنسبة للحالة الأولى case 1 ما فيه break إذن الكمبيوتر سيواصل التنفيذ كل الحالات إلى أن يصل إلى كلمة break لو حذفنا كل الbreaks الموجودين هنا هذه الbreak هذه الbreak هذه الbreak وبإمكاني حتى أن أحذف بالنسبة للbreak الموجودة في default case إيش هيحصل؟ ونفذ ونفذ عفوا أتسوي build قبل ذلك ثم ونفذ البرنامج وأضع القيمة 1 مثلا الكمبيوتر سيطبع لي Monday Sunday Monday إلى أن يصل The number should be between 1 and 7 ما فيه ولا break لذلك الكمبيوتر نفذ كل هذه الحالات ونفذ البرنامج مجددا وسأضع القيمة 5 إذن الكمبيوتر سيرى أن number day number مختلف عن 1 مختلف عن 2 مختلف عن 3 مختلف عن 4 لكن يساوي 5 سينافذ كل ما هو موجود تحت الكيز خمسة اتباع Thursday Friday Saturday and the number should be between 1 and 7